المدللين عند الحكومة وتخرجهم بعفو خاص مثل العفو الخاص الذي رئيس الجمهورية انتشار كتاب طلع أحد المجرمين الذي خامط له 180 مليار ومتهم بقوايا أخرى بجراء فساد قانون العفو العام هو أهم مطالب الكتل السنية منذ عقد من الزمن ويعد نواة المفاوضات التي تخوضها تلك الأحزاب لتشكيل الحكومات ووضع شروطها ومن مقرر أن يسهم القانون في حال إقراره بإخراج الآلف من الأبرياء من السجون بعد أن يتقل على خلفية قضايا تتعلق بالمخبر السري لكن الحديث يجري مؤخرا عن التعديلات المقترح تضمينها في فقراته الواردة ضمن تعديل قانون العفو العام قبل عرضه للتصويت على البردمان والتي تعرقل التصويت عليها وتضم واحدة من هذه الفقرات إمكانية عدم محاسبة المختلصين وسراق المال العام من خلال إجراء تسوية وصفة بالضمان لاسترداد الأموال ومباشرة اتجهت الأنظر إلى عدد من الشخصيات المتورطة بتهم فساد من العيار الثقيل في إشارة إلى نور زهير المتورط الأول بسرقة القرن وآخرون متهمون بتهريب الأموال وغسيلها وعفقا لخبراء فأن التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016 تضمن إلغاء المادة الثانية من البند العاشر من المادة الرابعة من قانون العفو العام ويحل محله عاشرا وهي فقرة تشير إلى شمول جرائم الاغتلاس وسرقة أموال الدولة وهدر المال العام أو جرائم الفساد المالي والإداري ما لم يسدد ما بذمته من أموال أو إجراء تسوية مع الجهة المتضررة تضمن استرداد الأموال العامة هذا التعديل وصفته أطرف نيابية بالكارثي بيد أن بعض القوى السياسية تسعى لشمول بعض المختلسين للمال لأهداف خاصة أما الفقرة الثانية التي تعرقل إقرار القانون وتخطع لنقاشات سياسية مكثفة فهي تتعلق بالذين تم الحكم عليهم من خلال المخبر السري حيث تدور نقاشات حول كيفية إيجاد الحلول لمن ورد اسمه في سجلات التنظيم على أن لا يؤثر ذلك على الحق العام والخاص للمتضررين